اختتمت فعليات تدريب البحري المشترك الموج الأحمر 5 بمشاركة مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن والذي استمر لمدة عدة أيام بالمياه الإقليمية السعودية يأتي التدريب الموج الأحمر 5 استمرارا للتنصيق العسكري الدائم والمستمر بين الدول المطلة على البحر الأحمر وتأكيدا على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشاركة من تنصيق وتوافق أظهر مدى تفوقها في قدراتها العسكرية خاصة في مجال الأمن البحري اختتمت فعليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر 5 بمشاركة كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجيبوتي والسودان واليمن والذي استمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية اجتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيراني لعناصر القوات الجوية فضلا عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه تمهيدا لتقدم القوات وتنفيذ الاقتحام بنجاح كما نفذت القطع البحرية المشاركة بالتدريب الرماية بالذخيرة الحية تصدي وتدمير الاهداف السطحية والجوية المعادية كذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة وحماية سفينة ذات شحنة هامة هذا بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت التجانس الكبير بين الوحدات المشتركة في التدريب يأتي التدريب الموج الأحمر خمسة استمرارا للتنسيق العسكري الدائم والمستمر بين الدول المطلة على البحر الأحمر وتأكيدا على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشاركة من تنسيق وتوافق أظهر مدى تفوقها في قدراتها العسكرية خاصة في مجال الأمن البحري حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية واللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية وعدد من قادة القوات البحرية للدول المشاركة في التدريب